موسيقى موجز أخبار الثالثة من يو تي في أهلا بكم أعلن زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر تجميد سرايا السلام في جميع المحافظات باستثناء سامراء على خلفية أحداث البصرة وطالب وزير الصدر في تدوينة القائد العام للقوات المسلحة إلى كبح جماح من وصفها بالميليشيات الوقحة وفيما أكد أن الاقتتال الداخلي وترهيب المدنيين وإرعابهم أمر محرم وممنوع وحذر باتخاذ إجراءات لاحقة قال عضو اتلاف النصر حسن البهادلي أن زيارة وفد الإطار التنسيقي إلى أقليم كردستان أرجئت إلى حين الاتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية البهادلي لفت في تصريح صحفي إلى أن هناك مشكلة حقيقية في أن الحزبين الكرديين الديمقراطية الكردستاني والاتحاد الوطني لم يحسم أمرهما فيما يخص المرشح لمنصب رئيس جمهورية وهو أحد أسباب تعطيل الشروع في المفاوضات مع جميع الكتل السياسية المنضوية تحت تحالف إدارة الدولة قالت وزارة الكهرباء أن الربط الكهربائي مع الأردن سيضيف للبلاد 150 ميجاوات في مرحلته الأولى فضلا عن تعزيزه دخول العراقي سوق الطاقة العربي المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى أضاف في تصريح أنه تم التوقيع على المرحلة الأولى من المشروع بالتنفيذ الفعلي لمحطة ريشة التحويلية في مدينة القائم أشيرا إلى أنه سيكون داخلا في الخدمة الصيف القادم موسيقى أيضا أوضح وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل أن صادرات العراق لن تتأثر بقرار أوبيك بلس بخفض الانتاج اليوم للنفط إسماعيل قال في بيان أن خفض الانتاج جاء مسجما مع السياسة التي انتهجتها أوبيك بلس خلال السنوات الماضية لمواجهة تقلبات السوق النفطية مؤكدا أن العراق يهدف إلى المحافظة على مستوى إنتاجه والذي حدد باتفاق الدول الأعضاء في شهر تموز من العام الماضي كما نوه وزير النفط إلى أن صادرات العراق لن تتأثر بهذا الخض نتيجة إدارة الاستهلاك الداخلي موسيقى عادت الحياة إلى طبيعتها في شوارع الناصرية فضلا عن عودة الدوائر الرسمية إلى ممارسة مهامها بعد تصعيد شهدته المدينة وأفاد مراثلنا في ذيقار باعتقال القوات الأمنية 26 شخصا على خلفية التصعيد الأخير الذي شهدته مشيرا إلى إطلاق صراح عدد منهم وإبقاء 11 شخصا ممن ثبت تورطهم في حرق ديوان المحافظة هذا وتشهد الناصرية أوضاعا حذر حيث تشدد القوات الأمنية إجراءاتها حول إحاطة مبنى ديوان المحافظة بالكتل الكونكريتية تحسبا لأي احتجاجات جديدة كشفت مديرات الموارد المائية في كاركوك عن دخول العراق سنة مائية شحيحة رابعة بسبب استمرار الجفاف وانحسار الأمطار وفي تصريح صعفي دعا مدير الموارد الزكي السلامي دعا الفلاحين إلى عدم استغلال المياه السطحية إلا بعد إقرار الخطة الزراعية شتوية مشيرا إلى أنها ستعتمد على المياه الجوفية بنحو 50% كما أضاف أن هذا الإجراء يأتي للمحافظة عن الموارد المائية وضمان تدفوقها لتلبية الاحتياجات الأساسية المتضمنة مياه الشرب بالدرجة الأساس ده الموجز شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة